بسم الله الرحمن الرحيم التحليل البيئي هذه المادة تحتوي على الوحدة الأولى والغلاف الجوي الأطمسفير ونواصل في الشرح هنا أكاسي الكبريت سلفر أوكسايتس مصدرها تحلل المواد العضوية والبراكين وهذا يعتبر هذين يعتبر مصدر طبيعي مصدر إيش؟ طبيعي وفي العمليات الصناعية وهذا يعتبر مصدر صناعي بالنسبة لأكاسيد الكبريت وأيضا هناك مصدر آخر تفسخ أكسيد الكبريت في الجو المميزات التي تميز أكاسيد الكبريت أنه هو أكاسيد الكبريت عديم اللون وتشمل أكاسيد هنا ثاني أكاسيد الكبريت ثاني أكاسيد الكبريت وسالس أكاسيد الكبريت والآثار الواضحة بالنسبة لثاني أكاسيد الكبريت له رائحة غير مستساقة ومن ميزاته زو طبع حمضي بالنسبة لي ثاني أكسيد الكبريت ويتحد مع بخار الماء مكونا حمض الكبريترز SO3 وإضافة بخار الماء مرة أخرى يعطينا حمض الكبريتيك اللي هو SO4 مكونا أمطار حمضية وهناك أيضا يمكن أن يتفاعل مع قطرات الماء المحتوي على النشادل أو الأمونيا يعطينا مركب كبريتات الأمونيا كبريتات الأمونيا وهناك صور أخرى كثيرة بالنسبة لأكسيد الكبريت منها أيونات أو أملاح الكبريتات وأيضا H2S هو كبريتيت الهايدروجين وحمض الكبريتيك نفسه أيضا يعتبر صورة أخرى بالنسبة لهذه الأكاسيد بالنسبة لأكاسيد الكبريت الأمونيا ومصدرها هناك مصادر صناعية أو صناعة البترول وصناعة الأسمدة التي تحتوي على النشادر التي تحتوي على مركبات النشادر مركبات النشادر هي أيضا تعتبر المصدر بالنسبة لمصادر الأمونيا ويعتبر هذا المصدر صناعي وهنا تخمر المواضع العضية يعتبر مصدر طبيعي ويعتبر مصدر هذا طبيعي المميزات للنشادر الرائحة وميزة وغير موجودة في وغير النشادر ما موجود بالشطورة الطبيعية في الهواء أو في الجو وأيضا مميزات يساعد على نمو يساعد كثيرا على نمو النبات يساعد كثيرا على نمو النبات يساعد كثيرا على نمو النبات وهذا واحدة من أهمية الأمون سار يهيك الغشاء المخاطر ويأثر على الأذن والأنف والحنجر